وحدتنا البحثية من نحن يتوقع منك عزيز المتعلم أن تحقق الأهداف الآتية خلال هذه الوحدة اللغة المكتوبة القراءة والكتابة أن تقرأ النصوص ذات المستوى المناسب باستقلالية وبثقة وبفعل أن تحدد الفكرة الرئيسة موجودة في النفس بالنسبة إلى الكتابة أن تحدد ثلاث صور لأفراد أسرتك وتعبر عنها بثلاث جمل من إنشائك ثم تكتب سيرة ذاتية تعرف بها عن نفسك من خلال مراعاة معي بالكتابة الصحيحة اللغة الشفابية أولا المحادثة ستتحدث عزيز المتعلم عن مراحل حياة الإنسان رفقة سلسل الإحتياجات الإنسانية لهرام ماسلو ثم ستزدمع إلى نصين النص الأول يكون لخواتر 11 بعنوان تسامة الحرية عمالة الأطفال أما النص الثاني سيكون عن اليوم العالمي في مكافحة عمالة الأطفال الفهم والاستيعاب ستقرأ النص حسب معايير القراءة الصحيحة ثم تجيب عن أسئلة الفهم والاستيعاب من خلال عرض نصين عن نص الأول سيكون عن حقوق التفل ثم النص التامي سيكون عن مذكرات الأحب بالنسبة إلى المهارات النحوية فسنبدأ بمراجعة أقسام الكلام من اسم وفعل وحرف ثم سنبدأ بأزمنة الأفعال لفعل الماضي والمضارع والأمر المهارات الإملائية ستكون في همزة الوصل وهمزة القط وكيف نميز بين همزتي الوصل وهمزة القط كتابة مهارة الكتابة المهمة الأولى ستحضر سورة لك ولأفراد أسرتك تعبر بها عن ثلاث جمل من إنشائك ثم تكتب سيرة ذاتية تعرف بها عن نفسك حسب معايير الكتابة الصحيحة السائل أجل أن تستمتعوا بهذه الوحدة نمتم بحفظ الله ورعايته